لماذا يسمح الله للقوات الإسرائيلية الظالمة بقتل الآلاف من الفلسطينيين خلال الأسابيع السبعة الماضية ولماذا لا ينصر الله الفلسطينيين ماذا يجب على المسلمين أن يفعلوا ونعلم ذلك منذ السابع من أكتوبر 2023 لقد بدأت هذه الحرب بين الفلسطينيين وإسرائيل وفي الأسابيع السبعة الأخيرة من السابع من أكتوبر وحتى اليوم قتل أكثر من 15 ألف فلسطيني وبدأ هذا بعد توقف جلساتي أثناء جولتي في قطر ونيجريا وأنا قد ألقيت محادثات حول هذه القضية في عدة أماكن بما في ذلك محادثاتي عبر الإنترنت في أجزاء مختلفة في المملكة المتحدة جومبا وكان آخرها جومبا في نيجريا في المسجد الوطني في أبوجا منذ حوالي ثلاثة أسابيع وكان الموضوع هو الإبادة الجماعية في فلسطين ومدتها أربعون دقيقة لقد ألقيت كلمة قبل الجمعة وبما أن هذه هي المرة الأولى سأتحدث فيها عن هذه القضية فإن شاء الله سأحاول أن أعطي الإجابة على السؤال المطروح وهو لماذا يسمح الله للقوات الإسرائيلية الظالمة بقتل الآلاف من الفلسطينيين ونحن نعلم أن الفلسطينيين يحمون ثالث أقدس موقع في الإسلام وهو المسجد الأقصى وهم يفعلون ذلك نيابة عن الأمة الإسلامية وهم يحمون موقعنا السالس وإذ لم يكن الأمر كذلك فسيتعين علينا نحن المسلمون أن نفعل ذلك أن نذهب ونحمي هذا الموقع لماذا يسمح الله هناك؟ لماذا يسمح الله؟ هناك أسباب مختلفة سأذكر منها الأسباب المهمة رقم واحد يقول الله تعالى في صورة البقرة الصورة رقم اثنان الآية رقم مئتان وستة عشر كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون قد تشعرون أنه ليس بخير وقد تكرهونه إن كان في الحقيقة خيرا لكم وشيئا تكرهونه قد لا يكون الحب في صالحك الله يعلم وأنت لا تعلم أود أن أقدم لك حادثة لتفسير هذه الآية من القرآن كان هناك رجل كان يركب رحلة من الدوحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأراد الوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية في اليوم التالي كانت صفقة تجارية مهمة جدا سيحصل فيها على ربح لا يقل عن مليون دولار بينما كان متجها نحو المطار كان هناك ازدحام مروري وبسبب هذا الازدحام لم يتمكن من الوصول إلى المطار في الوقت المناسب للحاق برحلته فتفوته الرحلة ويقول هذا أسوأ شيء حدث في حياتي لقد فاتتني الرحلة الآن سيمضي الاجتماع وسأخسر ربحا يزيد عن مليون دولار كنت سأذهب إليه في طريق عودته عندما يعود إلى وطنه يسمع في الراديو أن الرحلة التي كان على وشك لحاق بها من الدوحة إلى نيويورك تحطمت الرحلة أثناء إقلاعها ومات جميع من بالطائرة مات جميع الركاب في تلك الرحلة لذلك شخصي يقول آه هذا أفضل هذا أفضل شيء حدث لي أنني فاتني الرحلة تخيل قبل ساعة واحدة فقط كان يرى أن مرور الرحلة بدونه وأن الطائرة تركته كان هذا أسوأ شيء في حياته وكان يسب بعد ساعة واحدة وعندما أدرك أن الرحلة التي كان على وشك لحاق بها والتي كانت على وشك الصعود إليها تحطمت ومات جميع الركاب وجميع من بالرحلة قال إن الله أراد لي سبحانه وتعالى إن هذا أفضل شيء حدث له في حياته وهذا ما قاله الله في القرآن في سورة البقرة رقم اثنان الآية رقم مئتان وستة عشر وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله أعلم ففي هذه الحالة نحن نعلم ذلك على وجه لقد استشهد أكثر من خمسة عشر ألف فلسطيني بريء لمدة إسبوع تقريبا ومرة أخرى بدأ القصف منذ أمس وقتل أعداد كبيرة من الفلسطينيين الأبرياء ومن بين القتلى أكثر من خمسة عشر ألف ويزيدون والزيادة في استمرار منهم النساء والأطفال أكثر من أربعين بالمئة هم أطفال وأكثر من سبع وعشرون بالمئة نساء في ظاهر الأمر بالطبع تشعر أن ما يحدث خطأ وهو خطأ تماما ولكن عندما ننظر إلى الجانب المشرق أو الجانب الآخر منه ندرك ذلك هذه الحرب بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية مستمرة منذ عقود منذ أكثر من خمس وسبعون عاما وتدور هذه الحرب ونعلم أن الإسرائيليين احتلوا أرض المسلمين من الفلسطينيين العرب ونعلم أن المسلمين أكثر من خمس وسبعون عاما وقبل ثمانين عاما رحبوا بهم أما هتلر فقد قتل ستة ملايين يهودي جاء العديد من اليهود إلى فلسطين ورحب بهم المسلمون ولكن لاحقا نفس الإسرائيليين اليهود الذين نجأ إليهم المسلمون من قبل العرب الفلسطينيين طردوهم من المنزل وعندما يريدون استعادة الأرض يقولون إنهم إرهابيون نحن نعلم أن هذا يحدث منذ سنوات عديدة لسوء الحظ فإن العديد من دول العالم تدعم هذا العمل الظالم الذي تقوم به إسرائيل وأنهم مستوطنون إنهم محتلون لقد احتلوا الأرض والآن يطلقون على الأشخاص الذين تنتمي إليهم الأرض اسم الإرهابيين إذن إذا نضف إلى الجانب المشرك من هذه القضية عندما بدأت هذه الحرب في السابع من أكتوبر بعد أسبوع واحد عندما تم إجراء استطلاع للرأي بنسبة 65% من الناس حول العالم دعم فلسطين 35% أيدوا إسرائيل ولكن بعد شهر من الحرب عندما أدركنا أن لقطات وسائل التواصل الإجتماعي التي انتشرت على نطاق واسع وأظهرت الظلم الذي اتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد قوات الدفاع لقد استهدفوا الأبرياء لقد انتهكوا معظم قوانين الحرب الدولية استهدفوا المدنيين بشكل انتقائي واستهدفوا بشكل انتقائي الأطفال الأبرياء والنساء واستهدفوا المستشفيات واستهدفوا المدارس واستهدفوا المساجد وانتهكوا جميع قوانين الحرب الدولية تقريبا وكان هذا معروفا للعالم لأنه اليوم العالم قرية عالمية على وسائل التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى الانستجرام وعلى تيك توك لدينا صور حية لم يحدث من قبل عندما حدثت الحروب عام 1948 وفي عام 1973 وكل هذه الحروب كنا نحصل على بعض الفيديوهات أو بعض التسجيلات الصوتية ربما بعد بضعة أيام وبعد بضعة أسابيع بعد بضعة أشهر لا نعرف ما إذا كانت صحيحة أم لا الآن يمكننا بث حياة الحياة بث وسائل التواصل الاجتماعي بسبب القناة الفضائية الدولية لذلك عندما تم إجراء الاستطلاع بعد شهر من بدء هذا الجدار الحمد لله 95% من العالم كان يؤيد الفلسطينيين و5% فقط يؤيد إسرائيل الآن وبعد حوالي سبعة أسابيع من ذلك بالتأكيد قد ترتفع النسبة لصالح فلسطين ربما سبع وتسعون أو ثمان وتسعون ولا يكاد يكون هناك اثنان أو ثلاث بالمئة يؤيدونها حتى الآن ما نجده في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال رؤساء هذه الدول الغربية سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة سواء كانت دولا أوروبية تدعم إسرائيل حتى الآن إنه عمل غير عادل يمكنك رؤية المعايير المزدوجة التي كانت لدينا مقارنة بأوكرانيا عندما هاجمت روسيا قدمت كل دعمها لأوكرانيا للدفاع وهنا يفعلون العكس تماما وإذا قارنت بين روسيا وأوكرانيا وإسرائيل وفلسطين فهناك فرق بين التباشير والجبن فالإسرائيليون مخطؤون كثيرا مقارنة بما حدث بين روسيا وأوكرانيا لأن هذه الأرض كانت مملوكة للفلسطينيين وكانوا محتلين لكن اليوم أمريكا تدعم إسرائيل وفي هذا العام وحده قاموا بتمويل 3.8 مليار دولار فقط في المعدات العسكرية لإسرائيل لمهاجمة الفلسطينيين الأبرياء وقتل 15 ألفا من الفلسطينيين كما ترى ازدواجية في المعايير وقد علم العالم بذلك والآن نشعر أنه على الرغم من أن رؤساء الدول رؤساء هذه الدول الغربية ما زالوا يدعمون إسرائيل إلا أن الجماهير تترك جانبا المسلمين المسلمين حتى الآن والجماهير غير المسلمة في أمريكا في الولايات المتحدة هناك احتجاجات قوية بالآلاف ومئات الآلاف لدعم القضية الفلسطينية ويمكننا أن نرى ذلك إذا رأيت الجانب الأكثر إشراقا فنحن نعلم أننا نصلي حقا من أجل الفلسطينيين كما تعلمون الله يعطيهم مجموعة سبات الله يرزقهم ولكن إذا نظرت إلى الجانب المشرق الذي قتل فيه خمسة عشر ألف نعم إنه أمر محبط يستحق الإدانة ولكننا ندرك أن ما لم يعرفه العالم إلى الآن أن أكثر من خمس وسبعون سنة وفي الشهرين الأخيرين وفي الأسابيع الماضية أسبح العالم يعرف من هم الإسرائيليون وتعرفه على الحقيقة التي تدعمها في برلمانات مختلف الدول الغربية جماهير الرجل العادي في الدولة الغربية في فلسطين إذا كنت ترى أن خمسة عشر ألف شخص قد ماتوا نعم إنها نقطة يجب إدانتها إذا شعرنا بالأذى حيال ذلك ولكنك ترى الجانب الأكثر إشراقا التي أصبح العالم الآن يعرفه لذا هذا السبب الذي ناقشه بعض علماء الإسلام وأدركوا أن ما حدث هو أفضل على المدى الطويل أصبح العالم يعرفه لهذا السبب يقول الله تعالى في صورة البقرة رقم اثنان الآية رقم مئتان وستة عشر كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال تعالى أيضا في صورة البقرة الصورة رقم اثنان الآية رقم مئة خمس وخمسون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بَشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ قال أيضا سبحانه وتعالى وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وهو تعالى يقول أنه يبلو كل إنسان إما بشيء من الجوع أو الخوف أو بنقص من الأنفس أو الثمرات أو الأموال فهو سبحانه وتعالى يختبر كل إنسان هل تظن أنك ستدخل الجنة دون أن تبتلى ونعلم أن الاختبار الأصعب يكون الأجر أعلى ونحن نعلم أن من بين جميع البشر الذين جاءوا من آدم إلى اليوم قد ابتلي الرسل والأنبياء ابتلوا بشدة أنبياء الله ولهذا السبب أعطهم الله سبحانه وتعالى منزلة أعلى من الاختبار الذي قام به الباقون إنما مر به رسل الله عز وجل أصعب من غيرهم بكثير ومن ثم نحن نعلم أن اختبار الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما مر به هو ثاني أصعب اختبار إذا نجحت في ذلك الاختبار فإن المكافأة ستكون أعلى لذلك إن كان هناك مصيبة فيمكن أن تكون المصيبة اثنين وذلك لسببين أحدهما هو أن يكون عقابا على الشر الذي فعلته وثانيا أن يكون اختبارا لك فإذا كان الشخص على الطريق المستقيم يتبع الله ويتبع الكرآن وإذا جاءته مصيبة فهو اختبار له بالتأكيد يريد الله أن يبتليه على درجة أعلى وأشد من البلاء وإذا تجاوزها المؤمن حصل على الأجر الأعلى إن شاء الله إذ لم يكن الإنسان على الصراط المستقيم وإذا جاء البلاء فالبلاء عقوبة فإن هذا الاختبار يتعرض له الفلسطينيون هو في الحقيقة اختبار صعب للغاية والله يبتليهم بالتأكيد سيختبر الجميع بشيء من الخوف ومن الجوع بخسارة الأرواح والأموال والثمار التي كسبوها بكدهم وجدحهم ولكن الله يبشر الصابرين منهم قال تعالى وبشر الصابرين ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى لا يبتلي الإنسان إلا بما يطيقه فالله ليس بظالم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يعطي وعدا بأن القرآن لا يوجد إنسان يتحمل عبءا أكثر من طاقة أكثر مما يستطيع تحمله وتمضي الآيات لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وأيضا ولا تحمل علينا إسرا أي لا تضع علينا عبءا أكثر مما نستطيع وقد وعد الله أنه لن يحمل أي إنسان عبءا أكبر مما يستطيع يمكن أن يكون عليهم في كثير من الأحيان يضع الإنسان نفسه في مواقف ويقع عليه اللوم ويحفر قبره بنفسه فالله سبحانه وتعالى يعد بذلك ولا تحمل أحدا ثقلا فوق طاقته يقول الله سبحانه وتعالى ويطمئن القرآن قلوبنا بأنه لا يحمل إنسانا فوق طاقته فوق عبئه الله سبحانه وتعالى لا يحمل أحد أكثر مما يستطيع تحمله كما يطمد الآيات ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به لن يجعل الله لأحد حملا فوق طاقته يقول الله سبحانه وتعالى وقد وعد بذلك أن لكل إنسان عبء لن يحمله أكثر مما يستطيع فلم ندعو الله أن يضع ليس علينا عبء أكبر ما يمكن أن يكون في بعض الأحيان يضع نفسه في موقف يطرق فيه العب يقع عليه فيحفر قبره بنفسه فنعم الله سبحانه وتعالى يعد بذلك ولا تحمل أحدا ثقلا فوق طاقته يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فالحياة هي الاختبار وهذه الحياة نحن نعيش فيها لكي يكون هناك اختبار للمرور إلى الآخرة الله يختبر من منا يحسن العمل فمهما حدث في الدنيا فهو اختبار للآخرة فيما يتعلق بالوصول إلى سؤالك لماذا سمح الله لقوات الإسرائيلية أن تقتل الآلاف من الفلسطينيين هذه الحياة هي اختبار الله يختبر الله يريد أن يختبر بشرا مختلفين من أنحاء العالم وعندما يختبر الله يوقف هذه المسبحة بسهولة يوقف هذه الإبادة الجماعية إنه أمر سهل على الله سبحانه وتعالى أن يقول للشيء كن فيكون وأن يكون سابق سيفهم ولكن كيف سنفهم أننا اجتزنا الاختبار الله سبحانه وتعالى يجعل الاختبار قد يكون مؤلما ويعلم ولكنه يعلم كيف سنختبر الإنسان فلا يمكن للإنسان أن يعترض يوم القيامة على قضاء الله الله سبحانه وتعالى يعلم أن الإنسان سيمر على الأرض فكل هذه الأحداث هي اختبارات ومتى من الله على الإنسان بالصبر والنجاح في هذا الاختبار فنحن نعلم أن الفظائع التي ارتكبت ضد الأبرياء الفلسطينيين وفقا لي فإن الأغلبية تقريبا أكثر من 95% منهم سوف يجتاز هذا الاختبار بكل تأكيد يمن الله علينا ونكسر هذه الغطرصة والسبحة والإبادة التي تحدث بيد الإسرائيليين وأنا يقينا أعتقد أن أكثر من 95% من هؤلاء الفلسطينيين سيجتازون هذا الاختبار بنسبة عالية وكما نرى صبرهم ورد فعلهم على ما يحدث لدينا أدلة على أن الأمهات التي أطفالهن يموتون أمامهم أن الله أعطانا أكثر من عشرة أطفال فإن نحبهم أن يذهبوا في سبيل الله لدينا أطفال يستشهدون لدينا نساء يستشهدون الأمهات والآباء ويمكن أن نرى الطريقة التي يتفاعلون بها مع الأحداث ولهذا السبب فإن غير المسلمين عندما يرون ما يحدث لهؤلاء الفلسطينيين حتى بعد تعذيبهم بعد أن تم قتلهم وقتل أفراد عائلتهم يقولون الحمد لله ومع ذلك فهم يحمدون الله سبحانه وتعالى جعل عشرات الآلاف من غير المسلمين يسألون عن الإسلام ويقرؤون القرآن كيف لهؤلاء الفلسطينيين حتى في كل وسط هذا البلاء وهذه الإبادة أن يشكرون الله العظيم سبحانه وتعالى ولأن العشرات الآلاف من غير المسلمين يقرؤون القرآن وعندما يقرؤون القرآن بسبب هؤلاء الفلسطينيين الذين يقتلوا أمام أعينهم أبناءهم وبناتهم وأمهاتهم وأطفالهم ونساءهم فقد انفتحت قلوب غير المسلمين وانفتحت عقولهم وقالوا ما هذا الكتاب وقالوا ما هذا الكتاب الذي قد ترك أثره في قلوب هؤلاء الذين يبتلون في كل ما يملكون الحمد لله في الأسبوع الماضي هناك الآلاف أو عشرات الآلاف من غير المسلمين الذين قبلوا الإسلام حتى تتمكن من معرفة أن هذا ما حدث في الأسابيع السبعة الماضية بسبب الفظائع التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ويمكن أن نرى المعايير المزدوجة لوسائل الإعلام التي تدافع عن هذا الكيان المحتل سواء كانت الـ CNN أو BBC التي كانوا يعطونها الروايات الكاذبة بأن القوات الفلسطينية تقتل الأطفال الأبرياء وتعذب المدنيين الأبرياء كل هذه أخبار ملفقة وبمجرد كشفها يفقد الكثير من الناس الثقة في وسائل الإعلام الرئيسية سواء كانت BBC أو CNN وسائل الإعلام بديلة أفضل وصادقة مثل قناة الجزيرة مثل قناة العربية يمكن أن نرى الفرق كل هذه خطة من الله سبحانه وتعالى ليعلم العالم ويمكننا أن نرى آلاف من الناس يعتنقون الإسلام ويمكنك أن ترى شهادة الكثير منهم أن اليهود وأن العديد من اليهود يخرجون علنا يقولون أنهم يدينون الإسرائيليين أنهم ليسوا يهودا أنهم لا يتبعون كتاب يهوديا ولكنهم صهاينة الله عز وجل هم لا يتبعون كتاب الله عز وجل أنهم ضد تعاليم اليهودية هناك هناك مظاهرات لآلاف اليهود في أمريكا في الولايات المتحدة في المملكة المتحدة في جميع أنحاء العالم يدينون ما يفعله الصهاينة وتمتلئ الشهادات في وسائل التواصل الاجتماعي ويتم حضر العديد من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي ويتم التلاعب بها ويتم إسكاتهم بضع آلاف ولكن ليس الملايين وهنا يمكنك أن تجد أنه بسبب هذه الحرب الحرب الغير عادلة الفظائع التي ارتكبها الإسرائيليون خلال الأسابيع السبعة الماضية بسبب ذلك أصبح العالم يعرف ذلك لذلك كانت بالتأكيد صفقة جيدة للغاية حيث قتل خمسة عشر ألف شخص ولكن كل الخمسة عشر ألف شخص الذين قتلوا أو ربما أكثر أو ربما أكثر من هذا العدد الذين لم يتم التعرف عليهم ربما الذين مختفين تحت الأنقاض أو غيرهم ولم يتم التعرف عليهم كلهم إن شاء الله سيذهبون إلى الجنة سيذهبون إلى الفردوس لذا فقد اكتازوا هذا الاختبار ما لدينا أن الله سبحانه وتعالى يختبر الإنسان فهو لا يختبر الفلسطينيين فقط في نفس الوقت الذي يعطي فيه الحبل للناس الذين يرتكبون الفظائع لمواصلة السماح لهم كما يقول الكرآن أنه يترك الكفار يضلون ويعطيهم الحبل يشنقون أنفسهم يستطيع الله أن يحل هذه المشكلة بسهولة بالغة ولكنه يتركهم حتى يفعلوا الظلم حتى يجتازوا حدودهم ثم يحاسبهم سبحانه وتعالى ويدخلهم الجحيم والعذاب المقيم والله يراقب غير المسلمين ماذا يفعلون الاختبار الذي يحدث ليس للفلسطينيين فقط ولكنه لجميع العالم حتى لغير المسلمين هل سيوافقون على هذه الفظائع غير المسلمين في جميع أنحاء العالم أصبحوا الكثير منهم لا يوافقون على ما يحدث ولكن أجر المسلمين منهم أعلى لأنهم يستنكرون بغض النظر عن هؤلاء الصهاين الذين يؤيدون حتى وإن كانوا من المسلمين ما يؤيدون عمل هذه الفظائع الله يعلمهم إن لم يكن كلهم تقريبا الذين يمارسون الظلمة وخاصة الصهاين الذين يخططون لكل هذا هل سيدخلون بالتأكيد أسوأ مما يتخيلوا فإن في الآخرة النار هي مكانهم الوحيد لما يفعلون وهؤلاء الذين يدعمون هذا النظام الظالم في نفس الوقت إن الله يختبر المسلمين وغيرهم الله يختبر المسلمين ماذا نفعل نحن المسلمين هل نجلس هل نفعل شيئا ولا نفعل شيئا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال أنه إذا كان أحد من المسلمين النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والصهر أي إنك هذا الجسد الواحد إذا تألم عضو منه تألم باقي الجسد كله ليس عضوا واحدا كذلك المسلمون الذي يجب عليهم أن يتألموا جميعا لما يحدث مع هؤلاء الفلسطينيين وهم إن شاء الله أغلبياتهم تقريبا في الجنة اختبار دخولهم إلى الجنة ما الذي نفعله نحن المسلمين أليس هذا اختبارا لنا نحن أيضا وقد تحدثت من قبل عن الإجراء الثالث عشر الذي خططت له للأمة الإسلامية من أجل القضية الفلسطينية وفي آخر خطبة ألقيتها في نيجيريا في أبوجا في المسجد الوطني كان عبارة عن خطة عمل مكونة من خمسة عشر نقطة للأمة الإسلامية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية لن يتسع الوقت طبعا للحديث بالتفصيل فأذكر منها هذا الأمر بإيجاز لأن السائل كان في الجزء الأول من السؤال كان لماذا يسمح الله للقوات الإسرائيلية الظالمة أن تقتل الآلاف من الفلسطينيين لأن الله يبتليهم لماذا لا ينصر الله هؤلاء الفلسطينيين وينصرهم بسهولة شديدة سبحانه هو القادر ونحن نعلم أنه في التاريخ أنه في غزوة كان عدد المسلمين بالكاد سلاس وسلاسون وكان عدد الأعداء أكثر من ألف ومائتان أو ألف وثلاث وهو أضعاف مضاعفة من عدد المسلمين ومع ذلك كانوا منتصرين وكان الأعداء المفترض أنهم أكثر قوة لأنهم يملكون السلاح ويملكون التجهيز وكان لديهم خيول أفضل وكان لديهم معدات أفضل يقاتلون بعد أن تجهزوا وهؤلاء المستضعفين المسلمين كانوا يقاتلون في سبيل الله وهزم المسلمون كل هؤلاء الكفار وهي غزوة بدر رغم أنهم كانوا ثلاثة أضعاف والتاريخ النبي داود عليه الصلاة ضعيف جدا صغير جدا في المصطلحات من الأعداد ولكن عندما قاتل مع غول الذي كان أقوى وأكبر بكثير في العدد كان النصر مع الذين هم في الحق فالله يختبر ويرى ماذا يفعل غير المسلمين ماذا يفعلون يفعلون ويصلون ويدعون الله ويتوسلون إليه أن ينصر هؤلاء المستضعفين وما يجب على المسلمين أن يفعلوا باختصار الخطة رقم 15 تقول أن على الأمة الإسلامية فيما يتعلق بالقضايا الفلسطينية أولا عليك أن تدرك أن الفلسطينيين يحمون ثالث أقدس موقع في الإسلام ما يفعلونه فقد ضحوا بحياتهم وضحوا بثروتهم في حماية ثالث أقدس موقع لكان من واجب كل مسلم في جميع أنحاء العالم الذهاب والحماية جسديا لهذا الموقع لذا فهم يفعلون من أجل ذلك ونحن مدينون لهم وفي خطة العمل الخامسة عشر يمكن لأي مسلم أن يفعل السبعة الأولى سواء كان غنيا أو فقيرا سواء كان أسودا أو أبيضا سواء كان عربيا أو غير عربي سواء كان يعيش بالقرب من فلسطين أو بعيدا عن فلسطين بغض النظر عن ذلك يمكن لكل مسلم القيام بالنقاط السبع النقاط السبع الأولى ثماني نقاط من خطة عمل النقطة الخامسة عشر يمكن القيام بها من قبل أولئك الذين أعطاهم الله نعمة وأنعم عليهم بتسهيلات معينة ولكن السبع الأولى لكل فرد مسلم يمكن أن يفعله سواء كان غنيا أو فقيرا أو أسودا أو أبيضا أو عربيا أو غير عربي أي كان جزء من العالم الذي يعيش فيه أقل ما يمكن للمسلم فعله هو الدعاء لإخواننا وأخواتنا في فلسطين هو أقل ما يمكننا القيام به والعمل فيه هو أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصمد الفلسطينيين وأن يرزقهم وأن يرفع عنهم هذه المعاناة وأن ينصرهم على أحفاد القردة والخنازير وأن يخفف عنهم الأمور وأن يرزق أهلهم المصابون الصبر والسلوان وأن يكون من السهل أن يسهل الأمر على أفراد العائلة الذين تم موت الكثير منهم أقل ما يمكننا فعله هو الدعاء نجد أن ما شاء الله الأمة المسلمة في أجزاء كثيرة من العالم يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان من المصيبة علينا ويمكننا أن نفعل ذلك في كل صلاة أن ندعو لهم في كل صلاة وبعد كل صلاة وحتى عندما نستيقظ السنة أنه في أوقات مصيبة دعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعا الله سبحانه وتعالى بعد النهوض وفي آخر كل رقعة كل ما تقوم به هو أن تدعو الدعاء وأن تحمد الله وأن تدعو الله وأن تتوسل إليه هذا يستطيع كل مسلم في كل أنحاء العالم أن يفعله في كل أجزائه المختلفة في ماليزيا ما شاء الله في معظم الولايات المتحدة في كل مكان نجد أن الناس يقفون ويصلون من أجل الإخوة والأخوات الفلسطينيين ونحن نصلي في جام ذلك قال الله أن يعطيهم ويرفعهم ويرفع عنهم معاناتهم ويمنح الأشخاص الذين يهمهم الأمر ويمنحهم النصر فرادا ويجب أن نفعل قدر المستطاع وخاصة في الثلس الأخير من الليل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هناك ساعة ينزل فيها الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه هل من يريد شيئا يعطيه الله فهذه هي أفضل أوقات الإجابة وهو السلس الأخير من الليل الدعاء فيه وخاصة في هذا الوقت صلاة الليل عندما نضع الله فهو الأفضل وخاصة في السجود للأخوة والأخوات الفلسطينيين الذين لا يستطيعون أن يصلوا بانتظام وقد اعتادوا على الصلاة يا صلاة الخوف وقد يكون هذا عذرا لكم أن تقوموا على الأقل في السلس الأخير من الليل ربما قبل الفجر بساعة أو بنصف ساعة صلاة نحن قد نكون مقصرين إن لم نقم بهذا العمل من أجل إخوتنا وأخواتنا ويصبح جزءا من نمط الحياة الذي هو من أهم السنن بعد هذا رقم إثنان ومن واجب كل مسلم أن ينبه الناس من حوله سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين عن الفضائع التي تحدث من قبل هؤلاء المحتلون الصهاين أن اليهود على الإخوة والأخوات الفلسطينيين المسلمين يمكنك إبلاغ أصدقائك واحدا لواحد ربما التجمع على وسائل التواصل الاجتماعي أو على حسابك على الفيسبوك أو اليوتوب أو إنستجرام سواء على تيك توك أو على إكس ستتأكد من توعية الناس بما يحدث من هؤلاء بالفضائع التي يرتكبها الإسرائيليون الصهاينة بحق الإخوة الفلسطينيين وأخواتي على أطفال الأبرياء على المرأة البريئة وعلى العجائز يمكننا أن نجد أنه في الأسبوع الأخير عندما كان هناك حقيقة لمدة سبع أيام تقريبا كانت أربع أيام ممتدة إلى خمسة أيام نجد عندما تم إطلاق صراح الرهائن يمكنك أن ترى الفرق عندما كانت قوات المقاومة الفلسطينية عندما كانت صراح الرهائن يمكنك أن تجد أن الرهين يحترمون ويعرفون حق من هو أسير عندهم ونجد أن هذا قد اتضح جليا في وسائل التواصل حينما نجد أن الأسير يعانق من كان قد أسره وهذا لا نجده على النقيد تماما مما يفعله الإسرائيليون مع الأسرى المسلمين ولكنك ترى أن الأسير الإسرائيلي يعانق من أسره هذا دليل على حسن المعاملة ويعرفون معنى قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا هذه الفترة كانوا يأخذون كامل حقوقهم وهم يعرفون مدى حقوقهم مع أنهم ليسوا أقربائهم بل هم من المفروض أنهم أعدائهم وكما كان ظاهرا في وسائل التواصل كانوا يبتسمون وكانوا سعداء يمكنك رؤية القصص التي تقول أنه عندما تم إطلاق صراحهم أشادوا بالأشخاص الذين أسروهم ويمكنك سماع القصص عما قالوا أن هؤلاء الأشخاص قاموا بحمايتهم وتخيل تخيل لو كنت واحدا منهم لو كنت أحد الأسرة أحد الرهائن تخيل عندما أخذك الفلسطينيون بعيدا وأنت تدرك أن بلدك إسرائيل أنهم يسقطون القنابل ويقومون بالقصف ويقومون بالقتل والتدمير وتدمير أكثر من نصف قطاع غزة وشردوا مئات الآلاف من البشر في غزة وقتلوا أكثر من خمسة عشر ألف فلسطيني وآلاف آخرين قد يكونون تحت هذه المبانئ التي تهدمت عليهم ولا يتم العصور عليهم وأن أسراك يأخذونك تحت النفق ويحافظون على سلامتك ماذا ستكون المحنة تخيل أنهم يسقطون القنابل على بلدك وأنت تحافظ على الأسرى الذين هم معك يا لهم من دين عظيم إنهم يحمونك من بلدك هذا الدين الجميل رأوا أنهم قدموا لهم طعاما وأعطوهم طعاما واهتموا بهم وكانوا يعالجونهم على رغم من وجود الآلاف من الفلسطينيين يموتوا إلا أن عشرات الآلاف كانوا جياعا ومع ذلك رأوا أنهم يعطوا هؤلاء الرهائن حقهم لأن الإسلام قد فرض عليهم المعاملة الجميلة لهذه الأسرة وحرصوا على أن يعتنوا بهم ويقدموا لهم طعاما جيدا وأيضا لهم أطباء يعالجونهم على مدار الساعة أعتقد أنهم يعتنون باحتياجات المرأة فكروا في ذلك لقد شعروا بالأمان وكان العلاج الذي تلقوه خلال الأسابيع القليلة خمسة أسابيع أو سبعة أسابيع كان أمرا في حياتهم غير استثنائي غير حياتهم تماما بعدما رأوا هذه المعاملة الجميلة من هؤلاء الذين يصبوا الإعلام في رؤوسهم هم الذين يعتدون عليهم النقيد من ذلك عندما أطلقت القوات الإسرائيلية صراحة الرهينة التي احتجزته لمدة خمس سنوات أو عشر سنوات أو خمسة عشر عاما دونه كانوا يتحدثون عن الفضائع التي اتكبها الإسرائيليون بحقهم كانت بحق سجون فضيعة ومعاملة سيئة ولا يعطوهم طعاما ليأكلوه ولا يقدموا وجبة مناسبة حتى واحدة في اليوم ولكنها تكون غير مناسبة ولم يتمكنوا من رؤية العالم الخارجي لم يتمكنوا من رؤية أولادهم أو أهلهم لا يسمح لهم بقراءة الكتب ولا يسمح لهم بالأخبار وبإمكانك رؤية التناقض بين الرهينتين بين المعاملتين بين نوع الأسرى بين هذا الذي يحدث والفرق بيننا نحن المسلمين وبين غيرهم عندما قامت المقاومة لفلسطين كانت تداهم الرهينة كان بإمكانك رؤية الابتسامة على وجه الرهينة الرهين يبتسمون ويعانقون من كانوا هم أسرى عندهم وكانوا يصافحونهم وكانوا يقولوا وداعا وكانوا يتعانقون وكأنهم كانوا مع أهلهم فسبحان الله تجد أن هؤلاء الأسرى يقولون لهم شكرا شكرا على هذه المعاملة الجميلة التي كنتم تعتنون بها رغم الفظائع التي ترتكب على أهلكم رغم الظلم الواقع عليكم وأن الأشخاص يعتدون عليكم نحن منهم ومع ذلك معاملتكم كانت جيدة لنا القوات الإسرائيلية احتجزوا عدد كبير من الناس دون أي سبب لسنوات عديدة وتم تهديدهم وتم اقتصاب الكثير من النساء تم تهديدهم بأن الأطفال سوف يتم اقتصابهم أيضا وبأنهم سيحرقون أحياء وتهديدهم وتعريضهم للتعزيب انظر على النقيد من ذلك فديننا يعطي المثال للمسلم الحقيقي أنه على الرغم من أنهم عندما احتجزوا كرهاء سعوا إلى حمايتهم وقد حموهم أكثر من أهلهم الذين يقصفونهم أفراد عائلتهم يحمونهم أكثر مما فعلوا نحن المسلمون نعرف حقوق الأسير ونقوم بها أكثر من مواطنيهم فهذه عينة من الإسلام وبالتأكيد شهد العالم هذا الذي بسببه اعتنق الآلاف من غير المسلمين الإسلام لدرجة أن الإسرائيليين وضعوا عصابة على عين الرهائن الذين أطلقت قوات المقاومة الفلسطينية صراحة قالوا أن الرهين المفرج عنه لا ينبغي أن تجري أي مقابلة مع أي من القنوات الإخبارية لأنهم كانوا يخشون أن يصفون جنود حماس ورجال حماس بأنهم أحسنوا معاملتهم كانوا يخشون ذلك حتى أن يروا ما رأوه من معاملة في هذه الفترة إن هذه هي خطة الله لماذا؟ إذا أراد الله أن يوفقها ولكن الله عز وجل يختبرنا ويفضح المعايير المزدوجة للعالم الغربي ويكشف الفظائع التي ارتكبت تخيل لو أراد الله في اليوم الأول الفلسطينيون ينتصرون في الحرب هذا إذا أراد الله ولكن ليعرف العالم حقيقة هذا الاختبار وقد حصل الآن تم التأكيد على أن أكثر من 95 من مسلم العالم وغير المسلمين على حد سواء يعرفون أن الفظائع التي تحدث في الأراضي المحتلة اتكبها الإسرائيليون بعد أن كانوا يؤيدونهم وكان الكثير يؤيدون إسرائيل ويدعمونها ولكن بعدما تم بث ونشر هذه الأخبار والأحداث التي تحدث هناك فقد تم تغيير رأيهم وأصبح غالبية العالم الآن يستنكر ما يحدث في غزة على يد هؤلاء الإرهابيين وكثير من بلدان الغربية التي تؤيد هذا العدوان أصبحوا مستنكرين لما يحدث وهم لا يوافقون على ما تفعله حكوماتهم لذلك فهي خطة الله الثانية يجب أن نعلنها على قدر استعاطه أن ينشر كل مسلم هذا الذي يحدث وأن نكثر من نشر معاملتنا للأسرة على جميع مواقع التواصل التي يمتلكها الكثير ممن يتعاملون معها على قدر الإمكان حتى يعرفوا كل هذا أن يكون كل منكم لا تدعوا القضية تنسى ويجب أن تفهموا وتعرفوا الجميع ما يحدث من فظائع الإبادة الجماعية التي يرتكبها الإسرائيليون ضد الفلسطينيون يجب أن ينشر هذا وقد يكون بعض الأشخاص على علم أو على علاقة برؤساء وزراء أو أناس مسؤولون أو تكون أنت تستطيع أن تصل برسالتك إلى أي مكان لأي أحد لا بد أن يكون لك دور في هذا الموضوع تستنكر ما يحدث وأن توجه المعرفة لمن لا يعرف ولمن لا يتخيل ما الذي يحدثه على النقيد ما المعاملة التي يعاملها الفلسطينيون للأسرة تأكد من مناقشة هذا الأمر في المجتمعات سواء كنت تذهب إلى المدرسة أو لوحة إعلانات المدرسة أو الكليات أو في شارعك بحيث تجعله أكثر وعيا وتنشر هذا يكون أكثر شيوعا لفضح المعايير المزدوجة للعالم الغربي لفضح ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية من تأييدها ودعمها لإسرائيل وما يفعلونه في الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما يفعلونه بين إسرائيل وفلسطين هذه معايير مزدوجة يجب أن يكون المعيار مكشوفا وأن يتأكد الجميع من مشاركة كل هذه المعلومات وإذا تم عمل مظاهرات احتجاجية ضد ما يحدث من القوات الصهيونية تأكد من أن تجمعكم هذا أن يكون هناك به موافقة وأن تكون بأعداد كبيرة في منطقتك ويجب الاحتجاج سلميا وتأكد من أن تكون هذه الاحتجاجات سلمية وأن لا يتم الاحتكاك والتعامل مع أحد بعنف وأن لا تضر الممتلكات ولا تضمر الممتلكات الخاصة ولا الممتلكات الدولة وأن الحصول على تصريح لعمل هذه الاحتجاجات وأن لا تمثل المركبات يجب أن يكون احتجاجا سلميا وأنا أؤكد على كلمة سلميا هذه بحيث كلما زاد العدد كلما زاد وعي الناس والحمد لله يحدث ذلك مطلقا في تاريخ العالم لقد كان هذا الدعم الكبير للفلسطينيين في المائة عام الماضية لم يكن مثل هذا الدعم الحالي الآن بعدما أصبح يحدث من عدوان من جانب الصهيين هذا الدعم لم يسبق له مسيل من قبل غير المسلمين للقضية الفلسطينية يمكنك أن تجد غير المسلمين يلوحون بالأعلام ويؤيدون قائلين إنه يحب تحرير فلسطين ووقفها الفضاء والإبادة الجماعية التي تحدث يجب أن تشاركوا في النقطة الاحتجاجية وهي يجب علينا حظر منتجات إسرائيل وحظر منتجات هذه الدول التي تدعم إسرائيل حتى نمارس ضغطا اقتصاديا عليهم نجد هذا يحدث في كثير من الدول الإسلامية بما في ذلك ماليزيا إنهم يحضرون هذه المنتجات ويحضرون منتجات ستار بيكسي ومكدونالدز وكينتاكي وفريت شيكن هذه الأعمال أصبحت تتضاءل لدرجة أنهم يريدون الآن تقديم وجابات مجانية وبرجر مجاني ودجاج مجاني وما إلى ذلك كإلى آخره في محاولة لجذب الناس يجب أن نتأكد من أن هذا يستمر وأن نقاطع هذه المنتجات ونقاطع منتجات إسرائيل والدول التي تدعم إسرائيل الدول التي تكون لها دخل في هذا الظلم الواقع على الفلسطينيين بمساعدة إسرائيل الظالمة يجب على كل مسلم أن يتبرع بما يمكنه من أجل القضية الفلسطينية يكسب ألف دولار شهريا تبرع بمئة دولار للقضية الفلسطينية فإنه يتبرع بعشرة بالمئة من دخله الشهري من جهة أخرى إذا المليارديل الذي يكسب مليار دولار شهريا ويتبرع بمليون دولار للقضية الفلسطينية فمليون دولار من هذا الإجمال أصبح ضعيفا ولكن مئة دولار من ألف دولار يكون النسبة أعلى فهو قد ساهم بمبلغ كبير من رأس ماله الذي هو يحصل عليه للقضية الفلسطينية أكثر من شخص يستطيع أن يفعل ذلك وكل هذه محاولات لدعم قضيتنا نحن العرب والمسلمون لأن الإسلام هو لا يفرق بين عربي وغير عربي يجب أن يكون هناك دعم دائم منك لصالح هذه القضية ويجب أن تجعل من عادتك أن تعطي نسبة مأوية مما تكسبه في سبيل الله لكي يكون هذا هو منهجك دائما من دخلك وأرباحك وأن تستسمر مدخراتك في الوصول للجنة ينبغي لكل مسلم في العالم القيام به سواء كان غنيا أو فقيرا أو غيره فهو يعتقد أن هذا أمرا لصالح الشخص نفسه وهناك دعم لا يحتاج إلى مال ويستطيع أن يقوم به أي مسلم سواء عربي أو غير عربي أبيض أو أسود أو غيره كليس لأحد فيه عزر وهو الدعاء أن من لا يدعون لأخواتهم وإخوانهم الفلسطينيين أعتقد عليهم خطأ كبير أن يدعو لهم بالنصر وأن ينشر هذا الدعاء على المجموع لجميع وسائل التواصل الاجتماعي ليكون الدعاء متواصل ونخرص على ذلك في هذا في المدرسة أو في الجامعة وأن يكون أكثر شيوعا والتأكد من أن يكون إذا قمنا باحتجاج بأعداد كبيرة أن تكون هذه سلمية وأن يتم الحصول على تصريح حتى لا يتم الاحتكاك وأن لا يتم تدمير أي من المنشآت أو السيارات وأن يتم مقاطعة هذه المنتجات إسرائيلية وأن نقاطع الدول التي تدعم المجازر التي تحدث هذا كل ما نستطيع أن نفعله في سبيلنا سبحان الله أكثير من الناس يتحدثون عن هذا البلد الغلي لا تفعل شيئا ماذا يفعلون الله لن يفعلوا أسألك لماذا رئيس الدولة الغنية عندما يتبرع لدولة أخرى سوف يسألك الله ماذا فعلت لقد أعطيت ألف دولار أو ألف جنيه أو ما تستطيع فعله لأنه يمكنك التضحية منه لذلك بالنسبة لكل هذه النقاط التي ذكرتها وهي للغني والفقير والأسود والأبيض والعربي وغير العربي فلا أحد لديه عزل لعدم المشاركة في كل هذه النقاط التي ذكرتها هلاك من يملكون قنوات فضائية ويستطيعون أن يصلوا بهذه المعلومات إلى أكبر عدد ممكن من الناس أو لديهم أصدقاء من غير المسلمين يملكون هذه القنوات الفضائية ويعرفون أشخاص يملكونها وسائل الإعلام العالمية سواء كانت مجلات عالمية صحف عالمية محطات إزاعية يجب التأكد أن يفعلوا ذلك وأن ينشروا ما يحدث من أنه يجب عليهم إقناعهم وإعطائهم معلومات حتى يتمكنوا من الظهور على وسائل الإعلام وربما لا يمتلك الجميع قنوات ربما يكون لديهم تأثير ولكن أولئك الذين يتأكدون من ذلك أنك تؤثر عليهم وتتأكد من نشر الحقيقة في وسائل الإعلام فيجب أن يكون هناك أي طريقة للدعم يجب أن يكون هناك مجموعة من المحامين الدوليين الذين يمكنهم رفع قضية في محكمة القانون الدولي